متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها التطورات الميدانية في تونس بعد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي قلبت كل الموازين في البلاد التونسية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تفعل الجرس باشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم ننسي لكل مرحبا بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو في البداية نذكر بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد هذه القرارات التي هزت الدنيا ولم تقعدها ليلة تاريخية في تونس يوم تاريخي في تونس عيد جمهورية تاريخي في البلاد التونسية لأول مرة يصير هذا العيد 25 جوليا 2021 ليس ككل الأعيد وليس ككل الأيام وليلة 25 جوليا كانت فرحة للتونسيين اللي كانوا موفقين على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وإنما كانت ليلة لا تنتهي ولم تنتهي وكانت ليلة طويلة بالنسبة لأنصار حركة النهضة وقيادتها اللي توجهوا في ساعة مبكرة من صباح يوم 26 جوليا إلى مقر مجلس نواب الشعب للدخول ولكن الجيش من عام هذه القرارات تتلخص في عدة نقاط واضحة أولا تجميد كل أعمال مجلس نواب الشعب الجيش مسكر البرلمان اليوم وحتى طرف ميناجين يدخل إلى البرلمان مع دعاوة حركة النهضة إلى النزول إلى الشارع والتوجه إلى البرلمان البرح في الليامات هشام المشيشي أعطأ وميره طبعا مع رجد الغنوشي بأنه يتم منع التنقل بين الولايات وعملوا براجات في كل الطرقات بيش يمنعوا العبيد من أنهم يتوجهوا إلى العاصمة خطر خايفين يشيركم في احتجاجات 25 جويل اليوم بعد هذه القرارات حركة النهضة تدعو أن صارها إلى التوجه إلى مجلس نواب الشعب وأكيد حركة النهضة ما هيش بيش تقصر في هذا الموضوع وتوفر كل اللوجيستيك امتاحها بيش تهز العبيد من كل بلايات الجمهورية للاحتجاج أمام مجلس نواب الشعب في تونس العاصمة اليوم اللي نلقاه نواب النهضة رجد الغنوشي اتلف الكرامة وغيرهم من النواب اللي أمام مجلس نواب الشعب قلبتون زيد الطالب بعقد جلسة عامة فورا في مجلس نواب الشعب وعديد التحركات هذه كانت أبرز قرارات رئيس الجمهورية اللي كان فيها ترأسل النيابة العمومية أعفئ رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة على كل النواب والعمل قيس سعيد بالتنسيق مع حكومة جديدة ورئيس حكومة جديد عينو قيس سعيد كنت هذه أبرز القرارات اللي خالت الناس تخرج بطريقة عفوية البرح في كل الولايات شرال حبيب بورقيبة في باردو في سفيقس في سوسا في تونس في قيروين في كل الولايات من الشمال إلى الجنوب من غير ما نقعد نسمي الكلام خرجوا فرحانين بقرارات رئيس الجمهورية شفنا زيدا في قرقنا فيديوهات بالطبيل يحتفلوا أهلي قرقنا بقرارات رئيس الجمهورية اليوم فما ردود فعل من قبل عديد المتابعين الكاتبة ألفا يوسف قالت شكرا قيس سعيد المتوقعة التي تحدثت عنه أمستحقق القادم أجمل رغم الأيام العصيبة القليلة اللازمة زيدا أكد منجي الرحوي في تدوينه على صفحته الرسمي على موقع فيسبوك في تعليقه على القرارات التي اتخذهم رئيس الجمهورية قيس سعيد قال ما تخافوش ما تتردوش أمر وانتهى اللي بعده يعني كنا هذا النئب في قلب الحراك يوم 25 جويليام مع المواطنين وكان رفع شعار حل البرلمان منجي الرحوي اللي كان يعني امسنت قرارات رئيس الجمهورية وهو ضد قرارات الأخوين وضد تحركات الأخوين وموقف واضح يطمئن الشعب التونسي ألفا يوسف أيضا قالت مليريتا وكل كرمين تندبو المرزوقي يحذر وطبور الخامس خايف تأكدت أننا على أعتاب نهاية منظومة ولا نظام بدأت بتونس فشلت على أعتاب سوريا تحررت منها مصر وليبيا ومنطقي أن تنتهي بتونس حيث بدأت في إشارة إلى ما يسمى الربيع العربي اللي انطلق من تونس في 2010 اليوم تقول ألفا يوسف انتهت المنظومة وانتهى هذا الربيع كيف ما يسميه في تونس أيضا البلد اللي انطلق منه تقول الإخوين سرطان لا يمكن أن تبني معهم أي شيء وكل الوسائل لاقتلاع ورم خبيث ممكنة المهم أن يحيى الجسد المهم أن تحيى تونس حتى لو كانت تقول هذي القرارات اللي أعلنهم قيس سعيد فمشكون يعتبرها انقلاب وأنه ما فعلش الفصل الثمانين من الدستور بكامله لأن الفصل الثمانين من الدستور يقتضي أنه يتم يعني أو الإبقاء على المجلس في حالة انعقاد دائم تقول مش مشكلة المهم هو القضاء على السرطان شفنا برشة صور في تونس العاصمة شفنا المنصف المرزوقي عمل فيديو على صفحته الرسمي على موقع فيسبوك واتهم الإمارات رأسا في تصريحات أخرى على قناة الجزيرة اتهمها بتحريض قيس سعيد على القيام بأنقلاب لكن هناك أطراف أخرى وشعبية زيدة حتى شعب تونس يقول ليس أنقلاب هو تصحيح مسار وتحرك لابد منها إذن تطورات جديدة وتوقع بحملة إيقاف في الساعات القليلة القادمة لعدة أطراف في الدولة التونسية الأعلميين شاركوا الفنانين شاركوا في رسم الفرحة التونسية عربية حمادي عملت فيديو ووجهت كلمة إلى شعب تونسي والناس اللي تابعوا فيها وعدت شوية من كلمة قيس سعيد رئيس الجمهورية كانت فرحانة برجع بهذه القرارات وقالت اللي هي من ندمتش على انتخاب قيس سعيد نلقاو زيدة عاطف بن حسين اللي كان زيدة عمل الفيديو وفرحانة قال هذا ما هوش انقلاب أما كانت حب وتسميوه انقلاب سميوها نلقاو في المقابل لرفض من قبل قيادة حركة النهضة عبد السليم يقول رفيق عبد السليم يقول كل القرارات التي تصدر عن قيس سعيد ساقطة وغير شرعية وأدعو الشعب للدفاع عن ثورته ودستوره بالوسائل المدنية ولا تغرنكم الحرب النفسية التي تشنها ميليشياته الآن يوسف العبيد اللي خرجته فرحانة بأنها ميليشيات يقول الشرعية موجودة في البرلمان والحكومة قائمة ولا معنى لحلها برشة ردود دفع المتسري على الحقيقة في البلاد نوردين البحيري قال ستدفعون الثمل تهديد إلى الشعب التونسي تهديد إلى قيس سعيد تهديد للناس اليوم موافقين قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي اليوم أكد أنه يصطف إلى جانب الشعب التونسي ولا شيء غير الشعب التونسي لحقيقة البلاد تمر بلحظة خطيرة لحظة تاريخية لحظة دقيقة للغاية المستقبل إلى حد الآن غامض باش نشوفوا وانتبعوا كيفيش حركة النهضة باش تتصرف وخاصة أمام منع الغنوشي والنواب من دخول مجلس نواب الشعب من قبل الجيش الوطني مع دعوة شباب حركة النهضة وأنصارة إلى أنهم يتوجهوا إلى البرلمان لمواجهة الانقلاب ربما محاولة الدخول بقوة وتحدي الجيش والأمن اللي متواجد في محيط مجلس نواب الشعب هذه الكل باش نتبعوه في الساعات القليلة القادمة برشا تطورات برشا أحداث صايرة في البلاد بالنسبة لنزيها رجيبة تقول اللي عشرة سنين والدستور كلخيشة تحت ساقين الغنوشي وفي فيمكم محلته هش أماليو لخايفين على الدستور والانقلاب على الدستور وتأويل ترجمة نانسي قنقر